موسيقى 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 نبدأ جولتنا على أسوأ اليوم من أوروبا حيث شدد البنك المركز الأوروبي ما وقفه تجاه اليونان عن طريق تشدد بالتمويل للبنوك الموجودة بالبلاد وبيبين صادر عن المركز الأوروبي تم الذكر أنه ما رح يتم قبول السندات الحكومية اليونانية كضمان لإقراض المال للمصارف التجارية الأمر اللي رح يجعل الخصول على النقد أكتر كالفائلون أما موقف وزارة المالية اليونانية من هالموضوع غير أنه بتشوفه أرار آسل فهي بتشوفه أنه ما رح يكون له أثر سلبة على الصناعة المالية بالبلاد على أثر هالأرار واجهت الأسواء المالية بعض الصعوبات فقد فتتحت بورسة أتينا على انخفاض بنسبة 9% اليوم أيضا انخفضت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 1.3% بتداولات الصباح أما الأسهم الأمريكية فقد أغلقت على انخفاض نسبة نهار الأربعة جراء الخبر المركزي الأوروبية المتشدد ومنها مع أرامكس بدباي اللي عم تسعى لعدة عمليات الصحوات سنة 2015 بعد أعلن عن ارتفاع بنسبة 15% بصافة أرباح الربع الأخير من سنة 2014 هالشركات من المفترض تكون مناسبة سراتيجيا لأرامكس دون ذكر أسميهم بعد هون بحب ديف لأنه رح تنخفض تكاليف التشغيل بنسبة 5% لعشرة بالمية بسبب انخفاض أسعار النفط وبالتالي رح بتم تخفيض الرسوم على الزبائن هيدا كين كين شيرا اليوم شوفكم بكرة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة